دعونا الآن مشاهدين ننتقل إلى الأسواق الخليجية لنرى كيف الصورة في الأسواق الخليجية مع ارتفاعات أسعار النفط بالتالي لدينا دبي ب3465 نقطة يحاول أن يخترق مستويات 3500 نقطة لكن لم يصلها بالتالي شهدنا تراجعات منذ بداية هذا الأسبوع لسوق دبي بتراجعات قوية أيضا سوق أبوظبي بتراجعات 7 نقاط نتحدث عن 4634 نقطة ننتقل المشاهدين الآن إلى القطاع المصرفي في سوق أو الأسهم القيادي عفوا في سوق دبي دريك أنتسكال بارتفاعات 15 نقطة مئوية إعمار العقارية 13 نقطة مئوية نذكر الجلستين كانت تتداول دون توزيعات أرباحا إعمار التطوير وبالتالي أسهم عن مشهد تراجعات ديار للتطوير اتفاعات ملفتة وتصدر أكثر تداونة من حيث السيولر ارتفاعات بـ 2.5% على ديار للتطوير ارتفاعات قوية رابطك بارتفاعات بـ 17 نقطة مئوية وأيضا الاتحاد العقارية على استقرار ننتقل إلى الأسهم المالية في دبي لنرى كيف الصورة في سوق دبي المالي بتراجعات 18 نقطة مئوية ننتقل الآن مشاهدين إلى الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي لنرى كيف دانا غاز بتراجعات 26 نقطة مئوية نحن نعلم عن المفاوضات بشأن المحاكم بشأن سداد قيمة السكوك وبالتالي ربما وصلت آخر الأخبار عن أن هناك استئناف بالنسبة للمحكمة التي أصدرت في بريطانيا حول أن يجب على دانا غاز أن تقوم بسداد المستحقات عليها والتالي سيكون هناك استئناف بقبل الشركة وبالتالي السهم يتراجع بقوة لا زالت هناك مفاوضات حول هذا الموضوع والقضاء هو الذي سيحكم في قضية تلك الشركة الدالة العقارية بارتفاعات 14 نقطة مئوية نتحدث عن سهم إشراق ارتفاعات بـ 31 نقطة مئوية ننتقل إلى الأسهم القيادية للقطاع المصارف والتالي هو القطاع الذي يحرك عموما الأسواق الخليجية أو سوق أبو ظبي بالتالي ننقل نضرع بنك الاتحاد الوطني 17 نقطة مئوية بنك أبو ظبي التجاري بارتفاع جيد بـ 11 نقطة مئوية بنك رأس الخيم الوطني بتراجعات بـ 1.6% من التراجعات هذا بالنسبة مشاهدين للأسواق الخليجية عموما هناك ارتفاعات طفيفة في أسواق الإمارات لكن هناك السوق السعودية نوعا من هذه الارتفاعات لا ننسى أن أسعار النفط هي التي تدعم أسواق المنطقة الخليجية عموما ترجمة نانسي قنقر